اشتركوا في القناة وبدأ الحفل بنبذة تعرفية عن مركز الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين لصحة الثدي تلاهت تتشين الرسمي للمركز ومن ثم الجولة الميدانية الذين قام بها الحضور لإطلاع على الأقسام والتقنيات المستخدمة في المركز بهذا المناسبة صرح العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أن تتشين مركز صحة الثدي يعد إنجازا هاما يأتي في إطار الجهود المبدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وذلك نظرا لأمراض الثدي الذي يعد الأكثر شيوعا في مملكة البحرين ومن هذا الجانب ارتأت الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين بتتشين مركز متكامل لجميع احتياجات المرضى الخاصة بصحة الثدي وهو يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين والمنطقة في جميع الخدمات المتعلقة بصحة الثدي واشار قائد الخدمات الطبية الملكية إلى أن المركز يضم نخبة متميزة من الاستشاريين والمختصين في كافة المجالات ذات الصلة لتسهيل الحصول على مستوى عالم من الرعاية والخدمات التشخيصية والعلاجية والتهلية تحت سقف واحد لضمان تجربة علاجية مريحة وفعالة حرصت مملكة البحرين على الارتقاء بالخدمات الطبية وجودة الحياة للمستفيدين منها وتأتي هذه الفعالية المتعلقة بافتتاح وحدة متخصصة بسرطان الثدي أو الفحص والكشف المبكر عن أمراض الثدي وسرطان الثدي بالتعاون مع مركز البحرين للأورام كخطوة استباقية وخطوة نوعية هي الأولى في المنطقة حيث تقدم الخدمات في مركز أو وحدة متكاملة وجود مثل هذه الخدمات المتكاملة في موقع واحد يسهل على المستفيدين من الخدمات بمرحلة العلاجية في وقت قصير جدا ويساعد على استكمالها بسهولة ويسر مما يسهم في تحسين جودة الحياة اشتركوا في القناة